بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبن مرصاد نعم سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر يقسم الله بالفجر وأقسم بالضحى والفجر والليل والشمس والقمر سبحانه وتعالى ويقسم الله بما شاء وكل شيء أقسم الله به فهو معظم عنده كل شيء أقسم الله به فهو معظم عنده ويقسم بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى ونحن لا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى من كان حالفا فليحلف بالله أما الله فيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فأقسم بالفجر وليالي عشر والليالي العشر اختلف فيها أهل العلم هل هي العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة والأكثر على أنها العشر الأول من ذي الحجة هي الليالي العشر وتطلق الليالي على الأيام وتطلق الأيام على الليالي والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والشفع هو ما كان فرداً فجاءه آخر فصار شفعاً شفعه ومنه الشفاع يكون وحده وثم يأتيه آخر فيكون معه وصلاة الشفع والوتر صلاة الشفع ركعتان 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 ثم الوتر وهي ركعة واحدة فيقسم الله تبارك وتعالى بكل شفع وكل وتر خاصة الصلاة قال والليل إذا يسر إذا أرخى ظلامه على الناس الليل إذا يسر أي إذا أرخى ظلامه إذا دخل الليل وصار الظلام الدامس والليل إذا يسر هذه كلها أقسام أقسم الله تبارك وتعالى بها ثم قال هل في ذلك قسم لذي حجر يعني هل يستفيد من هذا ذو عقل الحجر العقل الحجر هو العقل الله تبارك وتعالى هل في ذلك أي فيما مضى من ذكره قسم لذي حجر أي شيء يستفيد منه ذو العقل ثم بدأ يذكر لنا سبحانه وتعالى حال الأقوام السابقين قال ألم تره وهذه الرؤية رؤية علمية وليست رؤية بصرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك عادا ولا ثمود ولا غيرهم من الأمم وإنما هذه رؤية علمية يعني ألم تعلم قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وعاد هذه عاد الأولى وهم قوم هود صلوات ربي وسلامه عليه يسمونها إرم عاد الأولى قال لها إرم قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد عاد الثانية هي ثمود عاد الثانية هي ثمود سمونها عاد الثانية وعاد الأولى هي إرم وهي قوم هود عيثة والسلام قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد لم يخلق مثلها في قوة الرجال وما أعطاهم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا لم يخلق مثلها في البلاد ثم قال وثمود وهي عادل الثانية وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي أحضروا الصخرة إلى الواد من الجبال إلى الواد وفرعون ذي الأوتاد ذي الجيش الجنود الكثيرة الخدم الذين كانوا يخدمونه عنده ويدافعون عنه وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود الكثر قال الذين طغوا في البلاد والطغيان يعود على الثلاثة على عاد وثمود وفرعون أم فرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد والله يمهلهم ولكنه لا يهملهم سبحانه وتعالى أكثروا في الأرض الفسد فماذا كانت النتيجة؟ قال فصب عليهم ربك سوط عذا أهلك عادا أرسل عليهم الريحة الصرصر أهلك ثمود أرسل عليهم سبحانه وتعالى الصيحة أهلك فرعون أغرقه ومن معه سبحانه وتعالى قال فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى قال الله تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما نعم يقول الله تبارك وتعالى عن الإنسان وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الإنسان إذا ذكر في القرآن غالبا يكون للذنب إن الإنسان خلقها لوعة إذا مسه الشر جزوعة إن الإنسان إنه لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما كما في هذه الآيات فالقصد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آموا وهكذا إذا ذكر الإنسان غالبا في كتاب الله تبارك وتعالى فهو للذنب قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربيها ونبلوكم بالشر والخير فتنه الابتلاء ليس فقط في الفقر الابتلاء بالغنى أيضا فالله يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر اختبار الابتلاء هو الاختبار وفي ناس ينجحون بهذا الاختبار بالغنى وفي ناس ينجحون بالاختبار بالفقر وفي ناس يرسبون في اختبار الغنى في ناس يرسبون في اختبار الفقر وكان سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول اللهم أغنني من فضلك اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي فاللهم أغنني من فضلك وكان كريما رضي الله عنه حتى ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أنه منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله عشر سنوات كل سنة 365 يوم يعني 3650 يوم يقول لا يمر يوم إلا ويهدي لرسول الله هدية سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله كان يقول لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي اللهم أغنني من فضلك لقد أدعو به أدعو الله تبارك وتعالى فالمهم أنه يقول الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونحمه يعني بعض الناس يظن أن محبة الله له وعدم محبة الله له مرتبطة بالغنى والفقر هذا غير صحيح ما كان يحب الله سبحانه وتعالى أحدا من البشر كحبه لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته فإن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم ما نعلها أحد إلا هو وقبله إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ومع هذا كان متوسط الحال صلى الله عليه وسلم وخير بين أن يكون ملك الرسولة أو أن يكون عبد الرسولة فاختار أن يكون عبد الرسولة صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى هذه الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيام أي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة أي يشاركهم فيها غيرهم وإذا تجد الدنيا هذه هناك أغنياء كفار وهناك أغنياء مسلمون بل لعل الأغنياء الكفار أكثر أقول لا لا الأغنياء الكفار أكثر من الأغنياء المسلمين لو حتى الآن في أغنياء العالم وجدت الكفار أكثر غناء من المسلمين فالقصد أن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب ليست علامة أو دلالة على محبة الله تبارك وتعالى وكذا الفقر ليس دلالة على بغض الله تبارك وتعالى للإنسان ولكن هذا تصور هؤلاء الجهال يقول أما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمني يعني ربي يحبني بدليل أنه أعطاني هذه الأموال ولذا ذكر عن قارون قال إنما أتيت على علم في بعض التفاسير على علم أني أستحق ذلك يعني الله يعلم أني أستحق ذلك إنما أتيت على علم يعني فضلني الله على علم أني مستحق لذلك فيقول ربي أكرمني والعكس صحيح وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه قدر يعني ضيقه قدر بمعنى ضيق وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدره أي لن نضيق عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فإن غم عليكم فقدروا له شهر رمضان قال إن قدر عليكم فقدروا فإذا لا هو الحديث فقدروا له يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلالة شوال طيب إذا صوموا لوريته وأفطروا لوريته فإن ضيق عليكم فقدروا له فإن غم عليكم فقدروا له إن غم عليكم لم تعريبوا فقدروا له قال بعض أهلهم ضيقوا عليه يعني اجعلوه تسعين وعشرين وقال بعضهم اقدروا له يعني احسبوا له فتأتي التقدير بمعنى التضييق وتأتي التقدير بمعنى الدراسة للشيء وتقديره معرفة كمه وعدده وهكذا ومنهم قال الله تبرك ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فالقصد أن هنا قدر عليه رزق أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهلا وليس الأمر كذلك فالدنيا ليس فيها أو في إعطائها أو منعها ليس فيها دليل على المحبة أو البغض أبدا ولكن هذا توهم من هذا الإنسان ولذا قال الله تبرك كلا أي ليس الأمر كذلك كلا ليس الأمر كذلك بل أنتم لا تكرمون اليتيم لعدم وجود رحمة في قلوبكم يخاطب هؤلاء الكفار لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين أي لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين قال وتأكلون التراث أكلا لما تراث الميراث التراث هو الميراث وتأكلون التراث أكلا لما أي أكلا ذريعا لماذا؟ لأنكم تحبون المال حبا جمع وهذا في أهل الجاهلية كان لا يورثون المرأة يأخذون حقها ولا يورثون الصغار يأخذون حقهم يأكون أموال ليتام ظلما فالله تبارك وتعيب عليهم ذلك كله قال أنتم تأكلون التراث تأكلون الميراث الذي لغيركم تأكلونه أكلا ذريعا لأنكم تحبون المال حبا شديدا ولا تبالون جاءكم من حلال أو من حرام نعم يقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي نعم نقول الله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وسويت وصارت كقرصة قيضاء حتى تقام عليها الساعة الله وتعالى وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا يأتي الله للفصل في القضاء سبحانه وتعالى والملائكة صفوفة يصفون عندما جئ الله تبارك وتعالى وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ لها سبعون زمام كل زمام يجره سبعون ألف ملك يؤتى بجهنم سبعون زمام سبعون طرف تمسك منه والعياذ بالله وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمِ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانِ يَنْدَمْ يُفَكِّرْ فيما مضى وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَةِ فات الأوان وَلَا تَحِينَ مَنَصْرُ وَلَا تَحِينَ مَنْدَمْ انتهى الأمر وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَةِ وهذه رسالة من الله لنا تذكر الآن الآن أنت في سعة الآن تستطيع أن تصحح من مسارك لكن في ذلك اليوم أنّا له الذِّكرة ثم يخبر عن حاله في ذلك اليوم قال يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليت يقول ليت ما تبني بيت ليت لا تنفع أبدا يا ليتني قدمت لحياتي من الطاعات والصالحات والصلاة والعبادة والتوحيد يا ليتني قدمت لي حياتي لأنه علم أن هذه الحياة الحقيقية الآن وهي حياة الجنة أما الدنيا فلا شيء الآن بدأت الحياة ولكن والعياذ بالله الكافر لا يموت فيها ولا يحيط لا هو حي ولا هو ميت حياة منغصة يأكل من الزقوم ويشرو من الحميم ويصلى بالعذاب ويبدل الجلد بعد الجلد ما هذه الحياة يا ليتني قدمت لحياتي قال الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي لا يعذب عذاب الله أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النار إنها جزء من سبعين جزء من نار جهنم وإن نار جهنم تزيد عليها بتسع وستين جزءة الله أعلم تزيد على هذه النار وأما الحديث المشهور له إن النار وقد عليها ألف عام حتى صارت حمراء ثم وقد عليها ألف عام حتى صارت خضراء زرقاء ثم وقد عليها ألف عام حتى صارت سلداء حديث باطل لا يصح لكنها جزء من سبعين جزء نعم هذا صحيح ولا يوثق وثاقه أحد ذلك اليوم يوم يجرون بالسلاسل لا يوثق وثاقه أحد لا يستطيع أحد أن يفلت من هذا الوثاق لأنه ليس كوثاق الدنيا ثم قال يا أيها النفس المطمئنة في المقابل ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جدتي وذكر المترجمون لابن عباس رضي الله تبارك وثال عنهما أنه لما دفنوه رأوا شيئا كأنه دخل في قبره لحظة لي ثم سمعوا مناديا ينادي يقول يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جدتي وذكر الذهب أن أسنادها صحيح أمن عباس رضي الله عنه أجمعين نعم